السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن نرسم غرفة واحدة ونرسم إزاي المحافظة القرانيش فيها أول حالة فنحن سأقول له إنه ما عايز أرسم غول وأبدأ أرسم الغرفة بتاعتي لازم أخش الضفة اليونت عشان أبقى أرسم إيه خمسة متر ومن هنا هنا أربعة متر تقريبا ممكن نتبقى أربعة متر أريد أن نرسم الفلور وأقول له أعلم على الحوايط نراحض نوع من الحوايط لجوة فأعمل من خلسة من دور الخليم اللي برا وأقول له أوكي وعلي كده هاجي على الحوايطية هاجي من دور الأول لحد الدور الثاني ممكن هاجي بقى أول دور الثاني أنا أريد أن أرسم روف أو فلور من هنا إلى هنا بالشكل دوت وأقول له أكي يقول له قتاش يعني خلي الحوايط مرتبطة قتاش يعني الحوايط مرتبطة بالفلور لو الفلور ده تطلع لأي سبب من الأسباب الحوايط دي تطلع معي طيب فلا نرسم باب أول ونرسم شباكين عشان الأنارة تبقى كويسة تتجيل المتالفين أنا ممكن بقى نقول له إيه أنا عايز دايمينشن دوت ممكن نقول له نعايز دايمينشن من أول هنا وممكن ألقي البوز ده بالدايمينشن أقول لأ edit بوز سايمكن بره ممكن دايمينشن دوت نخليه أي رقم نعايزه تمام ممكن تخلي مثلا 200 مثلا أو 700 طيب ممكن دايمينشن ده أدله رقم معين أقول له ده خلي مثلا دور وكي دا كده بقى فرامتر معين فإنما تغير فيه ممكن يكون عندك أفضل من ذات كده يغير فيه كلهم يعني ممكن نجي هنا أقول له إذني أسفة دي ناسك تترف ممكن هؤلاء معينة غزوات أقول له خلي ذات الرقم دايم فأصبح بقدر تحكم فيه كل worth نفس اللقصة وإذا أريد أن أتحكم في الرقم هنا من منيش أقول له أنا أريد بروجيكت برامتر فلايك لا بش بروجيكت برامتر فلايك عندي هنا فأقول له نخلي ذات 250 خمسين. فتلاقيه متغير كله بمرة. طيب عايز اعمل زي زي بزراء او حاجة زي هذا ده. ممكن اقول له مثلا انا عايز من الول اقول له انا عايز اعمل الول الاسويد. طيب عايز انا شوفه جوه المبنى اقول له انا عايز اعمل سكشن بوكس. السكشن بوكس الظاهر. تاجي هنا. تجد ده اللي هو فعلا في سكشن بوكس او لا. طيب ممكن نقول له جي في. ونتقكب من هنا ان سكشن بوكس. نتعلم عليه. ده سكشن بوكس اهوة. ممكن نعلم على الفيت ده على طول وقول له اعمل لي سكشن بوكس وعمله بشكل ده اوة. فانا هنزل جوه. طيب اللون اللي باهت لو انا عايز باش باهت اختار الاركتيكتشور. هي بيزر لي حاجة بشكل دهوت. طيب ممكن اجي هنا اقول له وقول له انا عايز اعمل سكشن بوكس. وابدأ احضر سكشن بوكس اي بوكس انا عايزه. خلينا خليه قطع له الشباكة اهوت. وقطع البيب. تعمل بشكل دهوت. طيب حجمه كبير ممكن تجي هنا ازي طيب. وتبدأ تختار بروفايل يكون رفع شوية. تبدأ تختار اللي انت عايزه. بالشكل دهوت. عجبي الشكل ديت. طيب ممكن نعمله بشكل اخر اه ممكن نعمله بشكل اخر. وابدأ اقول له ان انا عايز اعمل مودل امبليس. واختار مثلا وول اوكي. وهبدأ اعمل مثلا سميد زي ما اعايز. مثلا اقول له سميد. وعندي هنا سكش باس هبدأ ارسم الباس بتاعي. او بيك باس هبدأ اعمل وابدأ ارسمه لي. بس اذا ما شاهد فيه خط هنا زيادة هبطر ان انا اشيله بعد كده. طيب لازم اقول له بقى تريم. وابدأ اضبط الادافات. وابدأ ارسم البروفيل. وابدأ ارسم البروفيل بتاعي. وابدأ اقول له ان اعايز ارسم باين بشكل اوات. وعايز ارسم. ارسم. بشكل اوات. بشكل اعايز. اه ممكن نستعب من دفورته. سنلسطينها بشكل اوات. بشكل اوات. اوات. وابدأ ياخد الحاجة دي وابدأ ارسمها على المصار خده. بشكل اوات. بشكل اوات. طيب ممكن ارسم حاجة تانية او ممكن اعمل سلكت كده. وابدأ اقول له اوات. وابدأ اقول له ان انا عايز اضيف سويت تقلب الحيطة. بشكل اوات. بشكل اوات. اختار بروفايل من الحاجة اللي موجودة هنا. بشكل اوات. سمية. لا بز بتاعه السايد. أوسيد. وهكذا. اه. اللي واجبت بصرا تلاقيه. ارسم من هناك الحاجة بات. طيب دولة عايز تجسمو جوه تتخش هنا في. اضيفة. اضيفة. اه. او قد نقول له سويت. حاول. السايد. هقول له لا خلاك الجهة الداخلية انتيريور روكي يبدأ خلال الجهور أنا عندي رسمة الوزراء بثلاث طرق كل واحدة فيهم ليها ميزة وليها عيب تدر تشوف قادل الأفضل لي يعني الاخر طريقة دي مثلا تمسك كل الحوايث في المشروع كله هادي في الوزراء دي هل هذا اللي انت عايز ولا لا ممكن تدخل الهي اللي تعادل و طرق السويب وتعدى في السويب لونتها عايزة